تساقطات مطرية تنعش آمال الفلاحين بعد موسم فلاحي مضى تضررت خلاله الزراعة الخريفية بالشكل المباشر في ظل قلة تساقطات مطرية أمطار تساقطت بعدد من مدن المملكة شكلت أهمية البارغة خاصة بالنسبة للعالم القروي كون الفلاح يعتمد عليها في شتى الزراعات سواء تعلق الأمر بالحبوب أو القطاني أو الخضروات أولا الحمد لله بشرتنا بالخير نتمنى ويكون موسم ظاهر إن شاء الله يغطع الموسم السابق اللي هو داز الموسم جاف ونتمنى والحمد لله يكون خير إن شاء الله فاتسانة هذه نحن كنت منى ونحن دائما كنت فائلوا بالخير بالخير وإلا جاتشتا إن شاء الله بكري من الإيجابيات دينا نحن ودينا الجامع أمطار الخير كما اصطلح عليها عدد من الفلاحين تبشرهم اليوم بموسم فلاحي وعد بعد موسم سابق اتسم بشح تساقطات المطرية ونقص في مياه الرية شح تساقطات المطرية ترتب عنه ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية وغيرها وغيرها بل بنسبة للتساقطاتها ببينها الحمد يكون زيان وكل الفلاح ملئين فواهي بالحرط رعنا دوغة تفتح لي بزيار الجبائي بديها عربة بزيار الجبائت لأنه خصدوا كل الحرط اللي هو أطلع السورة الأسعار كلها طلعت الموض الفلاح الأسميدة طلعت الزريعة طلعت الفلاح مضرور العمل الفترة كان مضرور وهيك ضرور العمل الفترة ما خصو بشي دي ما رأي العمل يعني خصو بشي دي ما رأي العمل في بداية الموسم الفلاحي أجواء من الفرح والبهجة خلفتها هذه التساقطات المطرية لدى الفلاحين بعد تراقب وخوف من نفس سيناريو الموسم الماضي